أعلن وزير الخارجية سامح شكر اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية بما يؤكد الالتزام العربي بحماية حقوق دولة المصب لنهر النيل جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر اعتمد المجلس قرارا عن سد النهضة وتم إدراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزرية والقمم العربية القادمة بما يعكس اتفاقا عربيا حول حماية حقوق دول المصب وتأكيدا على ضرورة تمتع إثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن السد